بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد سيكون ثري وملئ بالأخبار ابقوا معنا وتابعوه لنهايته على بعد عصرة أيام من نهاية العام لم يتبقى الكثير على بلوغ الأربعين ألف مشترك ساعدون على بلوغ هذا الحجز أدعو كل مشاهد جديد للاشتراك في القناة أيضا المشاهدين الدائمين غير المشتركين أدعوهم للاشتراك أرجو الاشتراك في القناة والمساهمة في نشرها شكرا مسبقا الآن لأخبار اليوم لم يفرح الدولي الجزائري أمير سعيود كثيرا بوضعه في القائمة الموسطة حتى أته الخبر الصائق الذي قد يعني غيابه عن الكان تقارير السعودية كشفت اليوم الخميس أن الدولي الجزائري تعرض لإصابة وبعد خضوعه للفحوصات المعمقة تبين معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية المشكلة أن سعيود سيغيب لثلاث أسابيع كاملة قبل أن يعود الاستئنام في التدريبات القول أن سعيود سيغيب لثلاث أسابيع يعني أنه سيعود للتدريبات بعد نهاية تربص المنتخب في الطوغو والذي سينطلق بعد عشرة أيام من الآن أمر مثل هذا يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أنه سيغيب عن الكان وبصفة رسمية تقريبا هذا إذا سلمنا طبعا أن الناخب الوطني جمال بالماضي كان سيستدعيه في القائمة النهائية لأن هذا الأمر ليس مضمون أصلا فبالماضي يفضل لاعبيه الآن آخرين على سعيود في الوسط لكن حتى لو كان يريده ويفضله الإصابة أتت لتقضي على كل أمل له في المشاركة دائما مع أخبار لاعبين والكان يبدو أن وضع اسم لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر في قائمة المنتخب الموسعة لم يعجب كثيرا صحافة وحتى إدارة ميلان موقع ميلان نيوز أقرب المواقع لميلان قال أن وضع اسم بن ناصر في القائمة الموسعة يعني بصفة أكيد استدعاءه لكان وهو أمر إن حدث سيكون غير عادل الموقع السابق قال أن بن ناصر وحين السئلة عن مشاركته في الكان وهل يؤيد فكرة بالماضي باستدعاءه حتى وهو مصاب قال أنه لا يستطيع رفض الدعوة المنتخب الوطني والناخب هو الذي يقرر مضيفا أنه هو لاعب فقط وليس من يحدد إن كان سيشارك وليس هو من وضع توقيت المسابقة في منتصف الموسم لكي يلام من إدارة ميلان موقع ميلان نيوز قال أن بن ناصر ربما محق في تبريره لكن عليه أن يدرك أن ميلان دفع أجور ست أشهر سابق له من دون أن يلعب وسيدفع له أجر الشهر الذي سيغيبه بسبب الكان بدون أن يلعب أي لقاء أيضا وكان عليه مراعاة أنه عائد من إصابة وأن لناديه عليه حق ربما كان مساوي لحق منتخب بلاده عليها من البداية كان واضح أن بن ناصر يريد المشاركة في الكان لكن شفاؤه مبكرا واستدعاؤه أخلط كل الحسابات في سياق منفصل سيكون لعب الخضر على موعد مع أول ظهور أساسي له في الموسم الجديد غدا ضد سالارنيتانا مدرب الفريق ستيفانو بيولي قال اليوم أن بن ناصر سيبدأ أساسيا بعد أن أصبح جاهز الأمر إن حدث سيكون في صالح المنتخب مع قرب نهاية عقده مع ناديه ليل وعدم وجود رغبة في التجديد له كما أشرت إليه سابقا نقلا عن صحافة ناديه يبدو أن لاعب الخضر آدم الناس سيكون صفقة ممتازة للتعاقد معه من عدة أندية فرنسية تقارير فرنسية كشفت اليوم الخميس أن آدم ربما يكون صفقة ممتازة لناديه مثل بريست والذي يبحث عن لاعب جناح أيمن التقارير الفرنسية عددت مزايا والناس الفنية ولكن أيضا المالية فإضافة إلى مستوه العالي جدا قيمة الناس لن تزيد عن خمس ملايين أورو في جنف المقبل لكن إن انتظروه لنغاية الصيف فسيحصلون عليه مجانا لكنهم سيكونون وقتها مطالبين بإقناعه براتب كبير لا يؤلم قيمته والناس وفي حال ضم لبريست سيكون بديلا للجزائر الآخر بالإبراهيمي الذي لم يجد ضالته وبالرغم من إصاباته الكثيرة التي لا تتوقف والتي تعتبر سبب رئيسي في انحضار مستوى الأندية التي تطلبه إلا أنه الناس وبمستواها الراقي يبقى أكبر من نادي مثل بريست صحيح أنه سيصعب عليه إيجاد نادي يتعاقد مع أهنظر لوضعه البدن المتراجع وتخوف الكل من ضمه لكن الانتظار ودراسة عروض أحسن يبقى أحسن من قبول اللعب في بريست بعد هدوئها قليلا عادت صحافة روما لتهاجم لعب الخضر حسام عوار تقارير إيطالية وفرنسية كشفت اليوم الخميس أن مدرب الفريق جوزي مورينيو غاضب جدا من مجموعة من لعبه وقد أعلم الإدارة أنه سيقوم بتسريح وإبعاد من أربع إلى ست لعبين وكما هو متوقع لعب الخضر عسام عوار سيكون على رأسهم صحافة روما عشرت إلى أن عوار لم يجد ظلته مع الفريق ومع خطط مدربه مثله مثل ريناتو سانتشاس بيلوتي سبيناتزولا سمولينغ وأيضا بيلي جريني فرغم أنهم كلهم نجوم إلا أن مورينيو يرى أنهم لا يتوافقون خططه بخصوص عوار بالذات فوج مورينيو عليه كان قويا في الفطرة السابقة حتى أنه هاجمه علانية في ندوته الصعفية ووضعه في قائمة المسرحين ليس مفاجئ لكن برغم ذلك رحيل الجزائري لا يزال غير أكيد عوار سيطير للعب الكان وسيعود فقط بعد نهاية مرحلة التحويلات الشتوية ما سيعني أنه سيبقى بنسبة كبيرة ليس هذا وفقط عوار وفي آخر ندوة الصعفية صرح علانية أنه لا يريد الرحيل سريعا عن روما ويرغب بشدة في الاستمرار وصناعة التاريخ مؤكدا أنه سيحاول التأقلم مع خطط مدربة أعدت صحيفة توتوسبور الإيطالية تقريرا عن اللاعبين الذين سيشاركون في كأس إفريقيا من لاعبي الكالتشو وإن أشارت لأغلب اللاعبين إلا أنها ذكرت لاعب ميلان إسماعيل أو ياسين عدلي وقالت أنه لن يشارك لن يشارك ليس لأنه خارج حسابات مدرب الخضر جمال بالماضي لكن لأن أوراقه الإدارية لم تكتمل في الوقت المناسب ولم تشد توتوسبور لأي تفاصيل وهل قرر عدل المشاركة في الكام فعلا وعارف أن الوقت لم يصعف لإنهاء إجراته الإدارية أم أنها تقصد ربما تصريحات بالماضي الذي كان في وقت سابق قد أعلن أن عدلي ليس لاعبا بعد للجزائر لأنه لم يغير فقط جنسيته الرياضية بعد على العموم عدلي وبحسب توتوسبور سيكون دوليا جزائريا بكل تأكيد وبعد أن تعذرت عليه المشاركة في الكام سيكون وبكل تأكيد جديد الخضر بداية من مارس أو حتى بداية من جوان المقبل كل شيء متوقف على وضعه سواء الفني أو البدني وفي الوقت الذي سيستدعى فيه ما زالت ردات الفعل من مدربي لاعبين في أوروبا حول مشاركتهم في كأس إفريقيا تتوالى حيث أدل مدرب والفرهامتن جاريونيل بتصريحات اليوم الخميس تسبق لقاء طريقه في الدور ضد تشلسي يوم الأحد جاريونيل سئل عن استدعاء أيت نوري للكان وكيف سيتعامل مع هذا الغياب وخاصة ما إذا كان سيضم لاعبا بديلا له خاصة أن فترة غيابه ستكون كبيرة مدرب الولفز أثنى على أيت نوري وعلى قيمته في الفريق لكنه قلل من شأن غيابه وقال أن الفريق لن يتعثر أما عن ضم بديله فقال مدرب الولفز أن أيت نوري سيغيب من خمس لست أسابيع فقط وهو ليس بالوقت الكبير الذي يستدعي التعاقد مع لاعب جديد وهو خبر جيد بالمناسبة بالنسبة لأيت نوري ويؤكد ثقة المدرب فيه وتلهفه لسرعة العودة من الكوديفور من دون مفاجأة تذكر قد يتوجه لاعب الخضر جوان حاجم للرحيل عن فريقه الحالي نونت بداية من جونفي ومع فتح باب الانتقالات الشتوية في الفتح من الشهر الداخل هذا ما كشفت عنه صحيفة وست فرونس اليوم الخميس وست فرونس قالت أن حاجم من بين ثلاث لاعبين آخرين سيكون بقعهم في الفريق لغاية نهاية الموسم صعب جدا الصحيفة الفرنسية قالت أن الرغبة في بيع حاجم تأتي من اللاعب أولا الذي تأكد أنه لن يجد مكانا في الفريق لكن أيضا من العروض التي وصلت النادي لأجل اللاعب حيث كشفت أن نادي يونيون برلين على وجه الخصوص يرغب وبشدة في التعاقد مع حاجم يونيون برلين الذي يعاني في البوندسليغا يريد تصحيح وضعه وحاجم قد يكون جزءا من الحل ليس يونيون برلين وحسب ذات المصادر قالت أن هناك عرض ألماني آخر وعرض إنجليزي أيضا ومن هنا لغاية فتح السوق قد تكون هناك عروض أخرى ولما لا من فرنسا أيضا فرغم أنه لم يجد ظلته في نونت إلا أن الأندي الفرنسية تعرف قيمة حاجم جيدا وتعرف أنه لاعب موهوب وسيكون حلا ممتازا ما سيسهل من رحيل حاجم ليس فقط وجود عروض ورغبة من اللاعب في الرحيل لكن أيضا رغبة من الإدارة في بيع عقده إدارة نونت التي كانت قد دخلت في صراع كبير مع اللاعب ترى أن الطلاق قد يكون أحسن للجميع وبدورهم سيحاولون تسيل رحيلهم لكن ليس على حساب مصلحة النادي حيث سيختارون العرض الأحسن يشار إلى أن حاجم كان قد غير وكيل أعماله قبل بضعة أسابيع وهو خبر أشرت إلى أنه ممهد وبصورة واضحة للرحيل ويبدو أن الرحيل سيتحقق في غضون أيام قليلة وبعد بداية سوق الانتقالات للإشارة أيضا سفر حاجم للعب الكان إن اختاره بالماضي طبعا لن يعطل ربما انتقاله ولو أن الأقرب أنه لن يسافر وسيبقى لإنهاء أمر مستقبله أدل نجم الكرة التونسية السابق خالد القربي بتصريحات نقلتها إذا عدئها فام التونسية تصريحات تكلم فيها عن المنتخب الوطني وحظوظه في الكان خالد القربي كان واضح جدا حين قال أن منتخب الجزائر ليس قوي كفاية بدون يوسف بليلي وبليلي أهم اللاعبين مثل محرز وفيكولي وفي حال تواجده الخطورة ستكون أكبر بكثير خالد القربي علق أيضا على أخبار إمكانية معاقبة بليلي من طرف الفيفا وعدم مشاركته في الكان على خلفية خسارته قضيته ضد الأهلي وضرورة دفع قرابة نصف مليون دولار النجم التونسي السابق قال أن مولودية الجزائر فريق غني وأمواله كبيرة شدا وهو من سيتكفل بدفع الغرامة لأن ذلك في مصلحة الجميع بليلي بالمناسبة لم يعود يملكسي وست أيام للدفع ما زالت الصحافة المقربة من الحامرز تتحدث عن مستقبل الجزائري سعيد بالرحمة حيث كشف موقع فوتبال فانكاست الإنجليزي أن إدارة واستهام ربما لن تكون سعيدة ببيع لعب الخضر حاليا ليس لأن بالرحمة لاعب مهم ويريدون الاحتفاظ به لكن لأنهم يرون أن بيعه حاليا قد لا يكون مريح من الجانب المالي لذلك سيفضلون الانتظار لغاية الصيف الرئيس التنفيذي لندي واستهام دافيد أوسريفان ما زال يرى أن بالرحمة لاعب جيد ولو انتظروا لغاية الصيف يمكن أن يحصلوا على عرض مالي أكبر فوضعه الحالي لا يبدو محفزا أصلا لبيعه بسبب مستوه المتراجع ضيف إلى ذلك أن الوقت في جانفيذ ذيق عكس الصيف أين سيملك وقتا كثب كبيرا لدراسة كثير من العروض واختيار العرض الأحسن وكما كشفت سابقا فإن كل ما يحدث مع بالرحمة لا يؤخذ فيه رأيه البتة فمندرب واستهام مويس يضغط عليه لأجل الخروج والرئيس سوليفان لا يريد بيعه حاليا لأنه يريد بيعه لاحقا بمبلغ أكبر مع الإشارة إلى أن حرب كبيرة قامت بين الرشلين وقت انتداب بالرحمة لأن سوليفان كان يراه لاعب مهم أما مويس فكان يفضل عليه لاعبا آخر وهي القصة التي يعرفها الجميع إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي إن شاء الله غدا السلام عليكم